قد يكون كلمة أو نجمة لكنه قد يتحول أحيانا إلى لوحة فنية تغطي الجسد بأكمله إنه الواشم الذي تحول منذ تسعينيات القرن الماضي إلى موضة تجذب إليها آلاف العشاق كما أصبح لهذا الواشم فنانون معروفون عالميا عشاق الواشم هم أيضا نجوم مثل أنجلي نجولي ودايفيد بيكام وغيرهم ممن يفتخرون بإظهار أوشامهم للجمهور اليوم يقام مهرجان عالمي للواشم يمتد من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من مارس آذار كل عام باريس كانت إحدى المدن التي احتفت بفن الواشم وصدفت نخبة باريسة من فنانيه ليقدموا آخر ابتكاراتهم وابداعتهم عائلته أغلى ما عندي لذلك أكرمها بطريقة مختلفة عبر هذا الواشم الأشخاص الذين ترونهم هنا هم أشخاص مرتبطون بحياتي لذلك أكرمهم مدى الحياة الكاتبة الفرنسية إليزا ميلر قامت ببحث انتروبولوجي حول الواشم ولها رأي في الموضوع إنها طريقة لتقابل أنفسنا أي عندما نواشم جسدنا يجب أن نقبل مثلا أن البعض يصدمون وأننا قد نغلق بعض الأبواب أمامنا ولكنها طريقة للتعبير عن أنفسنا ومبادئنا والبعض قد يفعون مبالغ طائلة للتعبير عن مبادئهم فهذا الواشم يصل ثمنه إلى 30 ألف يورو ومن باريس إلى أستراليا ومهرجان آخر للواشم يقام في مدينة سيدني وهنا أيضا التقى مبدعو فن الواشم من بينهم كوري ميلر الذي اشتهر برسومات البورتري أرسم بورتري ابني كوري هو أفضل من يقوم بذلك على المستوى العالمي وأنا معجب بأعماله منذ سنوات عديدة لذلك اخترته لأضاع لي رسم ابني الذي يمثل لي كل شيء في حياتي وفي هذا المهرجان نتعرف أيضا على كيفية تطور الواشم عبر الزمن هناك فنانون رائعون ومن الصعب حقا الاختيار بينهم اليوم لم نعد دار الطرق التقليدية للواشم فقد تطورت التقنيات المستخدمة كثيرا وهناك طرق حديثة ومتنوعة أريد إضافة بعض الرسومات فحسب الأمر تحول إلى إدمان بالنسبة لي وكل من يبدأ بوضع الواشم على جسده يصاب بهذا الإدمان مثلي محطتنا الأخيرة مع الواشم ستكون في تالندا وبالتحديد في المعبد المقدس واتبانك فرا حيث يقام المهرجان السنوي للواشم هنا يتم وضع واشم ساكيانتس من قبل الرهبان البوذيين باستخدام عصي الخيزران الحادة أو أعمدة معدنية مع حبر مصنوع من مسيج من سم الأفع والأعشاب والرماد ويعتقد أن هذه الرسوم تحمي حاملها من الشر خلال هذا الحفل الخاص يصدر المؤشمون أصوات مختلفة ويقومون بحركات غريبة مقلدين المخلوقات المرسومة على جلدهم وكأنهم تقمصوا أرواحها